فهو كده يعني أولا خلاص تفويه الأكمام دي انتهت خلاص يعني انت تكمم بقء ما تخليش هفتح بقء تاني لا خلاص انتهت القصة دي انتهت تماما وعايز اسألك سؤال سيد محمد عصمان يا محامي يا محترم يعني كنت بتعمل مع المستشار مرتضى منصور تتمرن في مكتبه أو موجود معه في مكتبه المستشار مرتضى منصور فبسألك سؤال لذيذ قوي حضرتك محامي الكابتن حسن حمدي تعال نشوف المستشار مرتضى منصور اللي انت كنت بتعمل في مكتبه قال ليه على الكابتن حسن حمدي وهنشوف حضرتك هترفع عضية على المستشار مرتضى منصور ولا لا تعال نشوف بس اللي حصل بالزبط انه انا لما جيت وقصة دي اشهد عليك كابتن يا كان حسين فجيت انه مديرة مكتب الكابتن حسن حمدي بتقول لي احنا كنوا في شهر ابريل بتقول لي فيه هداية رأس السنة هنبعتها لك بعد ما قافلت رأس السنة احنا في شهر ابريل اربعة اللي هو والله بجد معايا لو احد بيتقو كده شوية احنا في شهر ابريل هو رأس السنة الوقت بقت فيه في ديسمبر وابريل فلقيت جاي لي كان الموبايلات دي بمو كاميرا جديدة لسه موبايل بكاميرا وجاي لي قلم دهب وجاي لي ولع دهب حيات كده قيمة يعني من الوكالة فجبت الكابتن ياكن وطلقت بجواب الاستاذ حسن حمدي رئيس وكالة الاهرام للإعلان وصلتني هديتك من كسين اقصد رشوتك لو كنت قد ارسلت لي هذه الهدية بصفتك رئيس النادي الاهلي كنت قد قابلتها لانني احترم النادي الاهلي ومجلس دارته جمهيل لكن انت ارسلتها لان تجديد التعاقد بعد اسبعين وخدت اياكن خد الحاجات دي كلها وراح طالها بها على الاهرام على الوكالة وسلمها ودي اتعالي انا باكر اياكن سامعني وشايفني دلوقتي ودي كانت البداية فطبعا في ناس انك عادوا يتحقوا عليها كانوا ده راجبا علي مجنون ده والله بما الناس كلها بتاخد عام ده فيه ناس بتاخد تلفزيونات وناس بتاخد حربيات وصلتني بين قسين رشوتك احنا غلابة ما تعملش علينا اسد احنا غلابة مصر المطادة ده حاجة جامدة وراجل قال كلام جامد ومع الورقة ومع ال كل حاجة جميلة تشوفها السيد المحامي المحترم محمد واصمار فضل اول حاجة اشتركوا في القناة